السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء الطلبة الأعزاء أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية نقدمه لكم بعنوان اسم المفعول الجزء الأول أعزيز الطالب هذا هو الجزء الأول من شرح هذا الدرس ويكون هذا الدرس على جزئين بإذن الله هل أنتم مستعدون؟ هيا بنا لكن دعونا أولا نتعرف معا إلى أهداف التعلم الخاصة بهذا الدرس أهداف الدرس الهدف الأول تعرف اسم المفعول وطريقة اشتقاقه من الأفعال الثلاثية وغير الثلاثية الهدف الثاني صياغة اسم المفعول صياغة صحيحة أعزيز الطالب قم بإيقاف المقطع الذي بين يديك الآن واقرأ هذه الفقرة قراءة صامتة متأنية الآن بعد أن انتهيت من قراءة الفقرة قراءة صامتة استمع إلى قراءة معلمك من المعلوم أن أجهزة الحاسوب بما فيها من بيانات مخزنة أضحت في أيامنا هذه معارضة على الدوام للاختراق والكرصنة وحتى تكون بياناتنا آمنة ومحفوظة لا بد لنا من مواجهة تلك الأخطار بالحذر من الرسائل والبرامج الموجهة إلينا عن بعد أعزيز الطالب بعد أن انتهينا من قراءة الفقرة قم بقراءة هذه الأسئلة محاولا الإجابة عنها قدر استطاعتك قم بإيقاف المقطع وابدأ الآن بقراءة الأسئلة والإجابة عنها والآن أبدأ معكم أبناء الطلبة بمناقشة هذه الأسئلة تأمل الكلمتين المكتوبتين باللون الأحمر في النص السابق على ما تدل هاتان الكلمتان في موقعهما على من قام بالفعل أم على من وقع عليه الفعل أحسنتم أبناء الأعزاء على من وقع عليه الفعل ما الفعلان اللذان اشتقت منهما المعلوم والمحفوظة المعلوم من الفعل علماء والمحفوظة من الفعل حفظاء أحسنتم وأبدعتم تأمل الكلمات المكتوبة باللون الأزرق في النص السابق على ما تدل هذه الكلمات في موقعها أحسنت عزيز الطالب على من وقع عليه الفعل ما حركة الحرف الأول وما حركة الحرف قبل الأخير فيها بارك الله فيك حركة الحرف الأول الضمة وقبل الأخير الفتحة ما الأفعال التي اشتقت منها هذه الكلمات بارك الله في طلاب المبدعين والمتفاعلين أحسنتم وأبدعتم أبناء الطلبة الأعزاء تعالوا بنا نتعرف اسم المفعول وكيفية صياغته اسم المفعول هو اسم المشتق للدلالة على من وقع عليه الفعل ويصاغ اسم المفعول من الفعل الثلاثي المبني للمجهول على وزن مفعول تأمل عزيز الطالب الجمل الآتية وكيفية صياغة اسم المفعول من الفعل الثلاثي في الجملة الأولى هذا خبر مكتوب في الجريدة كلمة مكتوب مشتقة من الفعل الثلاثي المبني للمجهول كتبا وفي الجملة الثانية الدرس مفهوم كلمة مفهوم مشتقة من الفعل الثلاثي المبني للمجهول فهما وفي الجملة الثالثة الزجاج مكسور كلمة مكسور مشتقة من الفعل الثلاثي المبني للمجهول كسرا عزيز الطالب بعد أن تعرفنا اسم المفعول وكيفية صياغته تعالوا بنا نجب عن السؤال الآتي الآن أوقف المقطع الذي بين يديك وعين الجملة التي تحوي اسم مفعول فيما يأتي هل توصلت عزيز الطالب إلى الإجابة الصحيحة؟ نعم بالتأكيد أسمعك عزيز الطالب وأنت تقول رأيت المتفوق ممنوحا جائزة أحسنت وأبدعت أبناء الطلبة بعد أن تعرفنا كيفية صياغة اسم المفعول من الفعل الثلاثي تعالوا بنا نعرف كيفية صياغة اسم المفعول من الفعل غير الثلاثي وتكون على ثلاث خطوات أولا نأتي بالفعل المضارع المبني للمجهول ثانيا نبدل حرف المضارع ميما مضمومة ثالثا نفتح الحرف قبل الأخير إليك عزيز الطالب هذا المثال أولا نأتي بالفعل المضارع المبني للمجهول يستخرج ثانيا نبدل حرف المضارع ميما مضمومة مستخرج ثالثا نفتح الحرف قبل الأخير مستخرج وهكذا أعرض عليك عزيز الطالب كيفية صياغة اسم المفعول من الفعل غير الثلاثي يصاغ اسم المفعول من الفعل غير الثلاثي على وزن مضارعه مع إبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وفتح ما قبل الآخر تأمل عزيز الطالب المثالين الآتيين في المثال الأول هذا ضيف مكرم في بيتنا اسم المفعول مكرم جاء اسم المفعول من خلال ثلاث خطوات أكرم يكرم مكرم وفي المثال الثاني هذا النفط مستخرج من أرضنا اسم المفعول هنا مستخرج وجاء أيضا اسم المفعول من خلال ثلاث خطوات استخرج يستخرج مستخرج عزيز الطالب إليك هذا التدريب قم بفتح الكتاب على الصفحة المبينة أمامك ثم قم بإيقاف المقطع الذي بين يديك وأجب عن السؤال الآتي أي الجمل الآتية ورد فيها اسم مفعول أحسنتم وأبدعتم بارك الله فيكم أبناء الطلبة الجملة التي ورد فيها اسم مفعول هي الجملة الثالثة المؤسسات والإدارات تحافظ على أمن المعلومات الآن أظن أنه بات بإمكانك أن تحدد اسم المفعول من بين البدائل المختلفة عزيز الطالب قم بإيقاف المقطع الذي بين يديك الآن وافتح كتابك على الصفحة المبينة أمامك وامنح نفسك وقتا كافيا للإجابة عن الأسئلة الآتية أرى طلابي المبدعين والمتفاعلين قد أجابوا بشكل صحيح وإليك عزيز الطالب الإجابات كي تتأكد من معلوماتك أعزائي الطلبة أدعوكم الآن لإيقاف المقطع الذي بين أيديكم والإجابة عن السؤال الآت بمصدر التعلم أحسنتم وأبدعتم وبارك الله فيكم وأحسن إليكم أقرأ عليكم أبناء الطلبة الجمل بعد أن أجبتم عنها بشكل صحيح كالآت المظلوم دعاؤه مستجاب المعلومات محفوظة في ذاكرة الحاسوب الإنسان الصادق محبوب من الجميع مكة المكرمة لها مكانة مرموقة في نفس كل مسلم تذكير هام عزيز الطالب لا تنسى أن تجيب عن أسئلة التقييم اليومي لهذا الدرس وعن أسئلة التقييم الأسبوعي لما تعلمته هذا الأسبوع ثم أرسل الإجابات إلى معلمك بهذا أبناء الطلبة نكون قد انتهينا من الجزء الأول من درس اسم المفعول نلقاكم بإذن الله في الجزء الثاني في رعاية الله